كما ذهب عاد خالي الوفاض رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني يعود إلى بغداد بعد زيارة تم رفضها 11 مرة قبل أن يوافق عليها في الطلب الثاني عشر المقدم لواشنطن والتي استغرقت ستة أيام قال عنها السوداني إنها جاءت لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتفعيل بنود اتفاقية الإطار التنسيقي التي استبدلت باتفاقية التعاون المشترك الدائم زيارة السوداني والوفد المرافق له الذي تجاوز 134 شخصا والبيان المشترك الصادر عنها وجد ترحيبا من الإطار التنسيقي الذي ينتمي إليه السوداني على الرغم من خلوه من الحديث عن إنهاء الوجود الأمريكي في العراق أو الملفات التي تخدم الشعب العراقي بينما لم يلقى البيان المشترك أي أصداء إيجابية في الأوساط العراقية التي عدت الزيارة من ضمن الدعاية الإعلامية فقط فيما هاجمت شقيقة الباحثة إليزابيث توركوف التي اختطفت في بغداد رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني أثناء مؤتمر صحفي الله متهمة إياه بالتواطئ مع ميليشيا حزب الله وإنه يجب أن يشعر بالعار لأنه داعم لميليشيا حزب الله الإرهابية ويتعامل ويتعاون مع عناصرها وهو داعم للميليشيات المصنفة على قوائم الإرهاب السوداني حاول خلال زيارته إلى الولايات المتحدة أن يوحي بأن الصراعات بين القوى والأحزاب قد انتهت وأن حكومته متفرغة حاليا للمشاريع الاقتصادية والخدمية غير أن تقريرا جديدا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فالندم زاعم السوداني بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد بإعلان الوكالة عوجود مليونين وخمسمائة ألف عراقي لا يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية فضلا عن نحو مليون آخرين يعتزمون تلقي المساعدة وأن العدد التقديري للنازحين داخل العراق بلغ مليون ومائتي ألف شخص مع وجود مائة وثمانين ألف نازح لا يزالون مقيمين في المخيمات النتائج الصفرية التي تمخضت عنها زيارة السودان لواشنطن ستفاقم المشاكل التي تنتظره داخل وخارج الإطار التنسيقي لا سيما ما يخص الوجود العسكري الأمريكي والتحالف الدولي في العراق ترجمة نانسي قنقر